السلام عليكم ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن السكتة الدماغية او اللي الناس بتقول عليها جلطة المخ. المشكلة ان الموضوع ده من الحالات الطرقة اللي لازم نكون عارفين هنتصرف فيها ازاي. بس في الاول عايزين نعرف يعني ايه السكتة الدماغية. السكتة الدماغية دي اصابة بتحصل بسبب عدم وصول دم لجزء من المخ. فبالتالي الخلايا مش بيوصلها غزة واكسوجين. فبتبدأ في الموت. بس لازم ناخد بالنا ان الموضوع ده ممكن يحصل لسببين. السبب الاول حدوس انفجار في وعاء دموي وحدوس نزيف. والسبب التاني انسداد في وعاء دموي. طيب ايه الحاجات اللي بتساعد على حدوس السكتة الدماغية دي. الحقيقة ان السنة الكبير من الحاجات دي فبنلاقيها بتحصل اكتر بكتير في الناس الكبيرة. كمان التدخين برضو سبب كبير. والضغط العالي والسكر اللي مش متزبطين. وزيادة الكوليسترول والسمنة وعدم ممارسة الرياضة. طيب الاعراض بتكون عاملة ازاي? الاعراض بتحصل فجأة وبتكون عبارة عن تنميل وتقلف جنب واحد من الجسم. سواء الطرف العلوي او السفلي. وصدع شديد ومفاجئ. وعين من الاتنين النظر بيكون فيها ضعيف او معدوم. كمان دوخة وزغلالة وعدم توازن. والكلام بيكون بسلوبة او المصاب بيتكلم كلام غير مفهول. وكمان بيحصل تغير في درجة الوعي وممكن يحصل اغناء. طيب انا لو شكيت في حد قدامي انه عنده سكتة دماغية. المفروض اعمل ايه? لازم تتصرف بسرعة وبخطوات متجمعة في كلمة فاست. فاست اللي هي سريع يعني. اللي هو يعني حاجة في الوش. بتطلب من المصاب انه يبتسم او يبين سنانه. في حالة الاصابة هتلاقي نص الوش بس هو اللي شغال. والنص التاني حركته محدودة. الايه او يعني دراع هتطلب من المصاب يرفع ايده فوق مع بعض. يدي الاتنين. في حالة الاصابة هتلاقي ايد بترفع والتانية حركتها محدودة او مش قادر يرفعها. الاس او هتطلب من المصاب يقول جملة مفيدة على بعضها بانك تسأله سؤال. في حالة الاصابة هتلاقي صعوبة في الكلام او تلعسم او بيقول كلام غير مفهوغ. او يعني الوقت. لو لقيت العلامات اللي فوق دي لازم في اسرع وقت تنقله للمستشفى او تطلب الاسعاف. لان الثانية في الحالة دي بتفرق. وكل ما وصل للمستشفى بادري هيتعالج اسرع ومش هيحصل اي مضعفات او اثار للاصابة. ممكن حد يسألني طيب ممكن ندي للمصاب ده اسبرين او اي حاجة للسيولة. هقول لك لا هو هتعمل كده. لان زي ما قلنا في البداية السبب ممكن يكون نزيف اصلا او انسداد. ودول مش هتعرف تفرق بينهم. فلو اديته ادوية للسيولة وكان السبب نزيف. اللي هتعمله ده هيزود النزيف. والاصابة كمان هتزيد وممكن يؤدي لمشاكل اكبر. وممكن لقدر الله يؤدي للوفاة. ما تنساش لو شكيت في حد عنده سكتة دماغية هتعمل القاتي او هتطلب منه فاست الاف اي ابتسم الاي ارفع ايدك الاس اتكلم التي اللي هو الطايم بسرعة على المستشفى. او اعتدي اسبرين او ادويات سيولة. العلاج المزيب للجلطة الدماغية عادة بيكون متوفر مجانا على نفعة الدولة في معظم الجامعات المصرية وكمان موجود في المستشفىات الخاصة الكبيرة في مصر كلها. المهم ان العلاج لازم يتحقن خلال اربع ساعات ونص من وقت حدوث الجلطة. اتمنى المعلومات البسيطة ديكم فاتت حضراتكم. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.